بعد ست سنوات من المداولات التشريعية في الكونغرس ومع البيت الأبيض دخل قانون قيصر حيز التنفيذ وبينما يخضع النظام السوري بالفعل منذ سنوات لعقوبات أمريكية وأوروبية إلا أنها بقيت محدودة ولم تطل كيانات ودول خارجية مرتبطة بالنظام فيما نص قانون قيصر على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات وحتى الدول التي تدعم نظام الأسد فالقانون ينص على أن العقوبات غايتها إجبار حكومة الأسد على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع الجيران ويشير القانون إلى حكومة الأسد من دون وضع تنحيه بين شروط وقف مفاعل العقوبات هذا يعني أن المطالب الأمريكية أبعدوا من تقليص النفوذ الإيراني في سوريا إلى وقف استهداف المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين وضمان عودة اللاجئين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب يتكون قانون قيصر من عنوانين عرضين الأول يتعلق بحماية المدنيين عبر الحد من قصف طائرات النظام والطائرات الروسية للمدنيين وتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والسماح لسكانها بالتحرك بحرية وذلك ضمن محاولة أمريكية لإيجاد توازن يمنع الحسم العسكرية في إدلب وتعزيز الأمر الواقع فيها العنوان الثاني يتعلق بالمسار السياسي عبر إطلاق سراح المعتقلين ومنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول الكامل إلى السجون ومراكز الاعتقال وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين ومسألة مرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بما في ذلك المشاركة في عملية موثوقة ومستقلة للمصالحة ويرى مراقبون أن القانون يعد ظاهريا آخر محاولة في جهود الولايات المتحدة لفرض تسوية سياسية والإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد إلا أنه يشرح في الوقت ذاته أن ذلك لن يحدث في وقت قريب بسبب الدعم الإيراني والروسي الذي سيطر من خلاله على أكثر من 70% من مساحة البلاد فيما يرى آخرون أن واشنطن ستنجح إلى حد ما في مساعيها فقد صممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذا ولإيقاف الدعم الخارجي لإطلاق إعادة الإعمار الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى شلل النظام وسقوطه